بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم من خلال هات قديم ومن خلال هات شريط فيديو غادي نحاول كما اشترك له في الفيديو السابق المتعلق بالحالات اللي كيتم فيها يعني فاليوم من خلال هات قديم غادي نتكلم على يعني البند او المادة 79 من دفتر شروط الادارية العامة المتعلقة بالاجراءات الجزرية اللي كيمكن ياخدها صاحب المشروع ضد مقاولة او شركة او ما يسمى بليمزور كورسيسيف يعني حسب المادة اللي هاد ليمزور كورسيسيف كيكونوا نتيجة يعني لغيزيلياسيون ديال امرشي حسب يعني واحد المجموعة من يعني من الحالات وربما غا يكونوا واحد سببين او عدة اسباب فهي خلاف اللي البند تسعي دوستين فهدو كان البند تسعي دوستين هدرنا على أشنو هي لغيزيلياسيون سيكوا لغيزيلياسيون ولكن من خلال هات شريط فيديو غادين انوا سپوزي لكسيون وحنا دائمان في صادة تقديم يعني لنووو كونسابت دوستين ديالي مرشي بليك كسيون ريبانس وحنا دائمان في صادة تقديم يعني لنووو كونسابت ديالي مزور كورسيسيف كيفش يعني صاحب المشروع كي يخود هاد الإجراءات الجزرية وشنو هي النوع ديالها اللي كتكون نتيجة ديال واحد المجموعة ديال الأخطاء أو ديال مالفاصان اللي كنتسميوها يعني تكنيكمو من ناحية التكنية كنتسميوها ديال مالفاصان أو يعني دي دفوت ده يعني ديگزيكسن ديالي مرشي فهنا كي بقا يعني كناعتبرو هاد المقاوالة أو الشريكة هيا الليкоستطوئي اندفو ديگزيكسن ديالي مرشي هاد اللو ديفôt ديكزيكوشيون ديالليمارشي يعني كيكون سلو انداهاتية هناك كانتكو النتيجة واحد ديالحال تنين الحال اللولي هادك المقاواله او هادك الانترابنر او الشركه لا تتمالي لا تتميلي لا يجب أن يجب أن يساعد المشيحات التشاركة التي يساعد المسبقات ثلاث المقاوالة أيضا ديال المرشي والحالة الثانية عدم تتال الشركة ايضا لزورد ديال السيرفيس نوتي فيه بار المتر دوبغاج يعني للمتر دوبغاج نوتي فيه للمتر دوبغاج الانتخاب هنا يعني كيكونوا بعد يعني هناك امر بالخدمة لهذه المقاولة او تلك الشركة ما كتمش الامتثال ديالها لدك الامر بالخدمة ثم كينتج عندها يعني كينتج عندها واحد يعني واحد الخلل من خلال تدبير الصفقة وهنا كي يعني صاحب المشروع بواسطة السلطة المختصة كيقوم بواحد يعني اه اه اللي في الاجال ديالها يعني اللي كيعطيه واحد الاجال لي ما كيقلش على كان جوغ صوفي لك يعني يعني بور دي سيتياشون ارجنت يمكن هاد الاجال يقل على خمسة عشر يوم ولكن اه يعني اه غالبا احيان ما كيكون هاد الاجال ما كي ما كيقلش على اه خمسة عشر يوم وهنا اه يعني اه في حالة ما المقاولة او الشركة ما كتقومش يعني بالامتتال يعني او ما كتجاوبش مع صاحب المشروع يعني اه لاصلاح اه لجبر الضرار والقيام باصلاح ما اه تم يعني ملاحظته من خلال انجاز الصفقة وهنا كنتكلم عال الصفقات المتعلقة بالبناء باشغال البناء بطبيعة الحل. اللي اخواننا المتابعين واخوات المتابعات باشي فهمو يعني احشنو هي النوعية يعني فسخ الاقضاء او او اه la نتور د العرزاليشن بان جو سي انتران ده ريزان تهار يعني لبراسط دونك هنه مني ما كي يعني كتفوت واحد لمودة ديال تلاتينيوم يعني هدي ست اون لاتخ دميزان دمار اللي كتكون واحد رسالة يعني بمثابة اشعار يعني انداري للمقاولة يعني باش يعني يتم تصحيح ما يجبو تصحيحوه اه او يعني اه يعني القيام بالاشغال اللازمة اللي اه يعني باش ما يبقاش ذاك لدفول لذاك لما الفاسون اه لانه اه هنا يعني المقاولة وصعب المشاركة تربطهم واحد العلقة تعاقدية من خلال واحد الصفقة وعندها واحد المواصفة التقنية وملزم اه من خلال بنود الصفقة اه ملزم باش يه يحترم اه جميع المعايير والتصاميم الهندسية وكذلك اه المسائل التقنية المرتبطة بانجاز الصفقة حسب ما ورد في اه يعني المواصفات التقنية فمنين كتدوز كتدوز هاد هاد الاجال يعني ديال يعني ديال يعني في 15 يوم وعلى حدود 30 يوم كيكون صاحب المشروع بواسطة السلطة المختصة يعني كيكيقوم بلا ريزيلياسيون وهاد الاريزيلياسيون كتكون هي قرار بمثابة قرار كي يتخذه صاحب المشروع من خلال يعني واحد المحضر اللي من خلاله كي يبين شنو اه يعني الاسباب اللي دفعات اه يعني صاحب المشروع بالقيام بفسخ العقدة لان لاش؟ لان هاد المؤسسات العمومية او الجماعات المحلية او الجماعات الترابية فهم متابعون للمراقبة سواء من طرف قضاة مجلس الاعلى للحسابات او قضاة المجالس الجهوية للحسابات او المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية فأي قرار كي يكون نوتيفي او كي يكون يعني موبرار يعني بعد قزاخ لاغذراك program كيفÁم exchangedواBuقوا يعني مع شي ايون غزاليات先وانع يعندي مع شي ايون غزاليات سواء مم مع شي ايون غزاليات سيپور العزالياتي امج لاغذراك من الزهار يبدال سبا قلو شاكلو هو الوكارنس ومن ها يعني الامور هي عبارة عن اختلالات او دي مالفاصن او دي امبرفكشن اللي يانتوشي هاد لإجزيكوشيون ديال هاد المارشي فمن بين الاجراءات واللي هي بصدد هاد شارعي دفيديو يعني من كي يسوفي الاجال ديال 15 يوم و في حدود 30 يوم يعني كيكون صاحبا مشروع خضل قرار ديال يعني مرفق بواحد كي ما سبق لي وشارك له من خلال هاد شارعي دفيديو معللا او مبررا للاسباب اللي خلته لانه كي يبقى تحت واحد المراقبة اللي غتجي من بعد مراقبة بعدها لان هاد المسائل ديال كتكون يعني واحد المجموعة تتير عدة اشكاليات وعدة مشاكيل بخصوص يعني اه وقائع هاته الامور وهاته وهاته هاته كتبقى واحدة الاشكالية من الاشكالية الكبرى اللي كتطحة اه يعني اه انجاز السفقات العمومية وبالخصوص المقاولات اللي كيدخلو الغمار المنافسة وكيدخلو يعني يعني كيدخلو المسائل ديال السفقات العمومية لان الدولة شنو هي الدولة كتبقى الناشطة والمقاولة او الشركة كتعرض وحد الخدمة ديالها من خلال وحد عرض الاتمان ومن خلال واحد الشواهد مرجعية اللي كتبت الكفاءة المهنية اه انتعدك الشركة في فوحد عدة اشغال اللي كانت قامت بها في السابق من خلال صفقات او سندة الطلب سواء مع يعني مؤسسات عمومية او شركات خاصة او اصحب المشارع او ما يسمى بلزاشي دكت او المكاتب الدراسية والمكاتب الهندسية فمن بين الإجراءات هي soit une رساليشن pure simple يعني هذه كتكون من أبسط الأمور كتكون واحد لرساليشن يعني عادية ما يترتبش عليها بعد الأمور او كتكون une رساليشن assortية de la confiscation ليا لقصي المن définitive puis le montant يعني relatif à la réparation ديال les malfaçants ولا les imperfections اللي كيكون هد هد التاويد هد المباليخ اللي كتكون يعني كتتتا من رتنية de garantية يعني ويلا قتضى الحال يعني من رتنية de garantية للم مم ديال le paiement ديال 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 définitive أو حتي لما كان شان ديال définitive كينا ين رتني ل garantية اللي تقطع من هاد ل يعني بعدم جدية في إنجاز الأشغال وعدم القيام بالأشغال حسب المواصفة التقنية اللي كتحددها يعني الصفقة من خلال يعني المجموعة من البيانات التقنية اللي صهر عليها واحد مكتب الدراسات أو مهندس معماري يعني يعني توافق مع صاحب المشروع من خلال إنجاز الصفقة ثم كتجي لإجراء التاني كونا سواء لرزيليات بير السمبل أو لرزيليات كونا أسور ديال لكوشنمان ديفينتف يعني أو كتجي من بعد يعني سواء للا بساسيون ديال المرشي يعني تمرير الصفقة مع واحد المقاولة أو شركة أخرى للقيام بالأشغال تتمت الأشغال وإصلاح العيوب التي يعني شابت الصفقة في إنجاز الأشغال المتعلقة بالصفقة وهذا كله يكون على حساب يعني ومخاطر على حساب وجميع المخاطر على حساب وعلى يعني على مصاريف وأيضا مخاطر الشركة الأولى التي كانت نائلة الصفقة والتي لم تم تنتل يعني للشروط الإنجاز الصفقة واللي كان فيها خلل تثبت في هاتي الشركة فهدو هكي يبقا دو مزير كورسي سيف اللي هما موضوع المادة تسعود وسبعين من دفتر الشروط لإدارية العامة للأشغال الغاية من هذا التقديم هو تعريف سواء بالنسبة لإخواننا المقاولين أو المقاولات يعني باش يكون عندهم واحد واحد الإحساس بأن هناك مسؤولية إلا دخلتوا الواحد يعني الواحد الصفقة متعلقة بأشغال بناء فخصكم تعرفوا بأن هناك إجراءات جزرية لخص إهدو الإخوان دينا المقاولين وأصحب الشركات يكونوا على علم بهذه المسألة في حالة ما إذا لم يمتتلوا يعني بنود أو بنود أو المواصفة التقنية للشركة للصفقة عفوا أو عدم الامتتال ديالهم لزغط ديالس الأمر بالخدمة لكي صدرها صاحب المشروع إبانا إنجاز الصفقة ومن بين هاد الإجراءات راه كما سبق لي وشارت لها يعني كتكون لتخد ميزون دماغ وكي تطوح لدي اللي ما كيمكن شي قل على كنجور وحتى يعني في هاد الكنجور إلى هاد المقاولة لم تمتتل لما جاء في الرسالة الموجة كإنظار فالمقاولة فالصاحب المشروع كيكون مجبر على اتخاذ الإجراءات المزيور كورسيسيف اللي اسبق لي وصرتها من خلال هذا الشريط فيديو فإلى هنا أكتفي بهذا القدر ومنكم من لم يشارك في القناة أدعوكم الاشتراك في القناة وإلى كان عندكم شي كومنتار خليوه لي وأنا يعني مستعد للإجابة وللتوضيح وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله ومع موضوع آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة